امانة بغداد في اهبة الاستعداد لاستقبال موسم انطار جديد علاء معا وفي اجتماعه الاخير الزم مدراء دوائر البلديات ومجاري بغداد بتوقيع تعهدات قانونية لتحميلهم المسئولية بجاهزية ملاكاتهم ووجه ايضا بضرورة استنفار كافة الملاكات التابعة لامانة العاصمة بغية تجهيز شبكة صرف المياه وصيانة الاجهزة المتعطلة حتى لا تحدث فيضانات مع بداية هطول الامطار كافة الدوائر البلدية هي مستعدة بشكل تام لموسم الامطار سواء كانت في صيانة المحطات تنظيف خطوط الامطار المشبكات تجهيز كافة المحطات بمادة القاز وصيانة المولدات الموجودة داخل المحطات كذلك استعرض كافة المدراء العامون خطتهم بتقسيم مواقع العمل على أساد المعاونين ورؤساء الأقسام لتكون متابعة ميدانية خلال هطول الامطار المواطنون أشادوا بدور أمانة العاصمة وبجهودها الحفيثة لإيصال الخدمة للمواطن خصوصا وأن أمانة العاصمة الحالية تختلف عن سابقاتها من حيث التحرك لإعمار بغداد وبنها التحتية خصوصا أنها شرعت بمشروع ألق بغداد العاصمة والله لنقيت كل جهود تقدمها مانة بغداد خدمة بغداد لأنه الأمطار موسمية قادمة جهود مجبارة قدمون خدمات وياريت استعجلون لأنه موسم الأمطار راح يبدي أنا أتمنى يستمروا على مدى الإدارة والتحسينات والترتبات أكيد الكل يقبل بها والكل يحبذها والكل يشجعها لأنها تعكس حتى على راحة المواطن يعني تدخل في معلم سياحي أو معلم حضاري مثل المتنبي يعني الآخر من بلد أو سائح أكيد هذا يطيف الصورة طيبة للبلد أو الموقع المدراء العامون أكدوا لأمين بغداد جاهزية جميع الملاكات والمحطات وخطوط التصريف أيضا أما الكوادر البشرية فستنتشر في مناطق بغداد كافة لاستيعاب كميات الأمطار مهما بلغت كفافتها من بغداد محمد فراس قناة التغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر